بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بالثانية والدقيقة بنكون معاكم من تمانية لتسعة ونص عشان نتناول أهم الأخبار داخل جدران النادي الأهلي محلياً وأيضاً عالمياً الحقيقة بيبقى في نصنا الأول أو في نص البنامج الأول بيكون معنا أخبار مهمة بتهم جمهور النادي الأهلي كله نص التالي بيكون معنا ضيف يعني بيبقى مرتبط بحدث على الرياضة أو حدث أو بيكون بيحصل على الساحة الرياضية معنا النهاردة الكابتن سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة الطائرة اللي جيه في وقت عصيب عشان يدير الاتحاد بعد حل مجلس إدارة السابق برئاسة الكابتن خالد ناصف سليم جيه فترة مؤقتة عشان يدير الاتحاد ومش هيزل الانتخابات عشان يدير الدنيا ويدير المباريات والدوري واستكمال المنافسات وأيضا يدير الجماعات العمومية والانتخاب إلى انتخاب اتحاد جديد إن شاء الله في ديسمبر جمال العمومية اللي هيتم فيها انتخاب اتحاد جديد هيكون معنا كابتن سامح حمدي عشان نعرف منه التفاصيل والاستعدادات لهذه الانتخابات خلينا روح مع حضراتكم على الخبر الأول الخبر الأول طبعا النادي الأهلي هو ليه علاقة طبعا بكرة اليد رجال النادي الأهلي وبعد قرار اتحاد كرة اليد بلعب الموسم المعلق 19-20 بالقائمة القديمة وده معناه هيحرم النادي الأهلي من 6 صفقات جديدة النادي الأهلي بعج خطاب لاتحاد كرة اليد قال له طب إذا كان الموضوع يعني ضروري ياريت نأجل المباريتين دول لآخر الدور الأول آخر الدور الأول بتاع موسم 20-21 اللي تلعب قبل ما نستكمل الموسم القديم فقال يا جماعة طب لو سمحتوا لو ضروري إن احنا نلعب المطشين أجلهم للآخر الدور الأول عشان أكون حق تقعد فرقتي لهم موليد 2002-2002 ولو تفتكروا إحنا دايماً بتجيب أخبار للفرقتين دول وكنا عارفين إن ممكن ييجي اليوم اللي نحتاج للفرقتين دول مش عشان القرار ده بس وعشان الإصابات وغيره وغيره فريق الشباب والناشئين الـ 2-18 أو موليد 2002-2002 كانوا دايماً بيبقوا معنا أخبارهم في البرنامج الأطفال اللي حصل إن احنا الكابتن أو النادي الأهلي طالب فترة عشان يستكمل أو عشان ينهي استعداده بالفرقة دي عشان يكمل الست لعيب القيمة 18 في 6 ما بيلعبوش أو مش هيلعبوا نتيجة الصفقات الجديدة فهنستعوضهم الفرقتين دول الحقيقة الموضوع جد فيه جديد طبعاً الخطاب ده كان من يومين ولكن النهاردة جد جديد إحنا نقول مصادرنا بالزبط إحنا جايبين أخبارنا منه النهاردة لقينا خبر نازل على الوطن سبورت بيقول إيه الخبر بيقول إنه كابتن أحمد شبير ده على المصدر الوطن إن كابتن أحمد شبير النهاردة كان بيعلى على اتحاد كرة اليد وقراره ده الخبر بيقول كده بالزبط بالقائمة القديمة الفرقة مع أنه الموسم الجديد بدأ وكل فريق استغنى عن بعض اللاعبين وضم اللاعبين جدد للموسم الجاري مؤكدا أنه قابل ده الكلام من الخبر على لسان الكابتن أحمد شبير مؤكدا أنه قابل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي كرة اليد الدكتور حسن مصطفى والذي نفع ادعاية الاتحاد المصري بأنه اتخذ قراره بعد استشارة الاتحاد الدولي وأكد كابتن أحمد شبير في برنامجه الإزاعي إن الاتحاد المصري كرة اليد برئاسة هشام ناصر كان ينوي إلغاء الموسم الماضي وبعد يدخل وزير الشباب ورياضة تم تنفيذ قرار الدولة بضرورة استكمال الموسم الماضي ولكن الاتحاد المصري قرر بدء الموسم الجديد على أن يستكمل ما تبقى من الموسم الماضي فيما بعد خليونا أقول لحضراتكم أن الخبر مصدره جريدة أو موقع الوطن سبورت تقدروا تتأكدوا وتتحققوا من هذا المصدر إحنا ما نجيبش كلام من على صفحات أو كلام يعني مرسل بنجيب مصدرنا وقدامكم هو دي صورة الخبر اللي عايز أقوله طيب من شوية من حوالي ساعتين الاتحاد كورتاليات دي طلع زي تصريح أو بيان قال يا جماعة ما تدخلوش الدكتور حسن المصطفى في كل جملة مفيدة اللي حصل إن احنا بعثنا لجنة المسابقات اللي هي لجنة مستقلة عن الاتحاد الدولي أولا إحنا لنعرفه إن لجنة المسابقات أو لجنة الحكام أو لجنة الفنية في الاتحاد الدولية دي مستحيل تبقى منفصل عن الاتحاد هي جزء من الاتحاد الاتحاد بيبقى قائم بمجلس إدارته وبجميع اللجان المنبثقة منه سواء اللجان أساسية أو اللجان فرعية الحقيقة قال يا جماعة احنا بعثنا والرد جاننا إن احنا نستكمل بالموسم أو نستكمل بالقايمة القديمة طيب السؤال هنا في كلام كتير بيتقال وفي لغط كتير بيتقال إيه المشكلة؟ احنا بنطلب يعني من اتحاد كورة اليد مهند الشام نصر إنه يطلع عن المراسلات الموضوع بسيط جدا جدا حتى في اللجنة الخماسية في اتحاد كورة اليد أي موضوع اتحاد كورة القدم أي موضوع بيبقى فيه لغط كتير بنتطلع المراسلات والله إحنا بعثنا قلنا والله كذا وجلنا الرد كده إنما الكلام هيكتر ويمكن يعني أنتم مش متخيلين يعني جمهور النادي الأهلي الموضوع ده شغله إزاي إحنا بنطالب إن يعني التحاكل تليد مشكورا وطبعا له مننا كل التقدير والاحترام إنه يقدم المراسلات وقول يا جماعة والله إحنا المراسلات بعثنا للجنة المسابقات ولجنة المسابقات ردت عليها كده مع العلم إن أوروبا الاتحاد الأوروبي لعب بالقايمة الجديدة وزي ما قلنا الكلام لوجيك وخلي بالحضراتكم أنا من وجهة نظر المتوضع يعني كان الاتحاد عنده حل من اتنين التخبط اللي حصل بعد كورونا ده اللي بيدفع تمنه دلوقتي هو النادي الأهلي من الأسف أنا كان حل من اتنين كان قدام الاتحاد وما كانش يعني من باب أولى كان يتعمله يلعب تكملة الموسم من شهرين تلاتة زي ما لعب السيدات وزي ما لعب الناشئين والشباب يا أم يلغي الموسم إنما اللي بيحصل ده أنت بتلعبه دلوقتي وبعد استئناف الموسم الجديد لا وبتلعبه بالقايمة القديمة الموضوع يعني فيه لخبطة كتير قوي قوي التحاد الأوروبي عمل يلعب القايمة الجديدة وده لوجك ما احنا قلنا يا جماعة النادي الأهلي لو حد قالك ده يقولك النادي الأهلي عايز يبوز الدوري لا النادي الأهلي مش عايز يبوز الدوري بالعكس النادي الأهلي كان النادي الوحيد من مجموعة الأندية كانت تقريبا 17 أو 18 نادي 17 نادي هو اللي قال أنا عايز أستكمل الموسم 17 نادي رفضوا استكمال الدوري من ده الكلام ده من 3-4 شهور بعد قزم الكورونا في شهر 7 والنادي الأهلي الوحيد اللي قال أنا عايز أستكمل إذن وبالرغم أن النادي الأهلي مش متصدر جدول النادي الأهلي ييجي في المركز الثاني وبينه ابن الزمالك نقطتين يعني لازم يكسب النادي تلاعي الجيش ويكسب الزمالك ويروح على مطش فايصر انتم تخيلين النادي الأهلي بالرغم أنه بعيد وعايز يستكمل الموسم فالاتحاد الحقيقة حصل تخبط جامد جدا لا نلعب ما نلعبش لا الخواجب يقول ما نلعبش طب لا نلعب دخل في والأهلي زي ما أنتم عارفين عنده ثوابت وكان رأيي النادي الأهلي ثابت في اتحاد الكورة وفي اتحاد الطائرة وفي اتحاد اليد نستكمل المواسم اللي بدأناه فالحقيقة النادي الأهلي اللي بيدفع تمل هذا التخبط وأنا بقول لحضراتكم أنه كان حل من اتنين ياد دولي تلعب مع المباراة اللي استقنفت سواء الهبوط خلي بالكم الهبوط تلعب يعني الهبوط تلعب السيدات تلعبت عندك الناشئين تلعب لعبوا الشباب لعبوا فكنا نلعبنا معهم وكنا نلعب بالقايمة القديمة كان لسه الأهلي ما جابش الصفقات والصفقات زي ما يقولوا لسه أو اللعبة اللي مشت لسه في حضن ومعها يقدر ألعب بيهم إنما اللي حصل دلوقتي أنت كأنك بتعمل إيه كأنك بتدي أدفانتج للفرق الأخرى على النادي الأهلي إن الفرق الأخرى ما جابتش الصفقات دي فأنت بتقولهم يعني بتديهم الأولوية أو بتديهم الأفضلية بخطوة واثنين وتلاتة فإحنا بنطالب كرة اليد يعلن عن المرسلات دي هل المرسلات دي كانت مع لجنة المسابقات وأده طبيعي جداً ما إحنا بنشوف اتحاد الكرة بيعلن بيقول والله إحنا بعتت اتحاد الأفريقي كذا كذا ورد عليه كذا بيجيبوا اللي بعتوا الاتحاد المصري وبيجيبوا الرد للشفافية إحنا بيقول للشفافية الموضوع ده مفوش أي حاجة تزعل حد ولكن وأنا بقول تاني ولكن كل الكلام ده يعني زي ما بيقوله قصة واللعيبة مركزة والجهز الفني مركز وزي ما أنتو شفتوا الاستعداد عامل إزاي والأخبار اللي جاينا لغاية دلوقتي إن المباراة تبقى في معادة والنادي الأهلي بيستعد بكل قوة والفرقة هتلعب وإن شاء الله تكسب بس إحنا بنقول إيه بنقول دايما النادي الأهلي لو ليه حق بيبقى حق مشروع ولازم كلنا ندفع عنه ولازم كلنا نقفره الحقيقة كان الموضوع ده محتاجين أتوقف عنه لأنه فيه كلام كتير بيتقال وكان لازم نعرف الحقيقة فين وأنا شايف الموضوع ده يتقفل بايه أو يتقفل الموضوع ده تماما بالمراسلات اللي ما بين الاتحاد المصري ولجنة المسابقات المهندس الشام ناصر صرح قبل كده إنها تمت ولجنة المسابقات ردت عليها تستكمل بالموسم اللي فات